دلوقتي احنا برضو هنتكلم عن الكداب احنا ممكن نسمي الحلقة النهاردة حبيبي كداب اللي هو ايه انا حبيته مش عارفه وبعدين اكتشفت انه بيكدب بعد شهر بعد اثنين لا ده ممكن خلاص احنا قدامنا شهر ونتزوج واكتشفت ان كدب علي كدبة كبيرة قوي زي واحدة بتقوله هي بتقول انه هو يعني هو رجل محترم او شاب محترم واهل حبوه وسمعته كويسة وانا بصراحة لما دخل علينا وقعد معانا وتكلم معانا والفطرة اللي كنا مخطوبين فيها يعني حد كويس محترم هادئ وانا بحب الشخصيات الهادئة بس كدب علي كدبة كبيرة اوه ما اكتشفتش الكدبة دي او ما قليش عليها او ما عرفتاش غير خلاص احنا كان قدامنا اسبوع ولا حاجة ونتزوج طب اعمل ايه لانه هو الكدب ده بيبقى ماهر بيبقى شاطر فبتقوله انه كان قلها ان انا بشتغل في مؤسسة كبيرة ومنصب كبير البوزيشن بتاعه حلو وبعدين اكتشفت البنت او الفتاة انه عامل بسيط في مصنع لا شغال في مؤسسة كبيرة ولا حاجة ولا البوزيشن بتاعه كبير ولا حاجة حد كده ايه لكن قدر ان هو يحبك الموضوع ويلعب الضور عليها وهي بتقول اعمل ايه في وقت زي ده بنقول لها ان لو هو اول مرة انت تكتشفي ده نقدر نقول شوف حياته ايه نشوف طباعه ايه نشوف انت الحاجة الفجة اللي انت لاحظتيها عليه اوي الحاجة دي وتوجهيه انت ليه دي حكت علي انت ليه ما قلتش الصراحة ليه ما كنتش واضح معايا لا ربما انت كنت لما كنت قلتلي كده ما كنتش وفيت او انا وفيت علشان انت شغال في حاجة كويسة وحاجة انا شايف ان هي مناسبة لي ومناسبة الموقع ومناسبة الشغل انها كمان بتشتغل ومناسبة العيلتي وعيلتي لما يعرفوا ده تمام اذا كان الراجل هيعتذر ويقولك خلاص ودي اول مرة وي 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 والكلام ده يعني ممكن تتجاوزيها ان شفتي او رأيتي ان في مؤهلات اخرى تاني مؤهلات اخرى وصفات اخرى كويسة تطغى على هذا خلاص لكن لو كابر لو عاند لو شفت في حاجات تانية ولأ مش هتقدر تتأقليم معاه انا انصحك بناخد ليه ناخد كده الموضوع منه احنا على البر تمام ليه لان هو اذا كان بيتمادة اقولك لا او مش معترف بغلط ولا معترف بكذب ولا ولا يبقى انت خلي بالك احذري هذا خلاص يبقى هي اكتشفت انه كدب امتى خلاص قبل الجواز طيب بنت تانية بتقول انه هو خطيبي بيجذب كتير او كل حاجة يجذب فيها خلي بالك كل حاجة بيجذب فيها اوجهه علشان ده ما يقولوش تاني او ما يحصلش تاني ويوعدني انه هو مش هيجذب تاني ولا يعمل تاني يرجع يعمله تاني وانا محتارة اكمل معاه ولا لا هو طيب وغلبان تمام بتقوله هو طيب وغلبان وبيخاف علي وعلى زعلي بس انا في حيرة ليه لان في مشاكل ما بين والدي ووالدتي اهلي بيعملوني وحش معاملة اخواتي ليه كمان مش كويسة فانا دلوقتي ما بين نارين ما بين نارين ازاي انا الكدب انا مش بحب وهو بيجذب علي كتير وفي نفس الوقت مش عايز اعود عند اهلي وخايفة اعود وهما يعني ابات الى عليهم او يعتبوا علي فبنقول لها خلي بالي طالما انه هو بيجذب وبيجذب كتير ولا يتراجع عنها ولا يمل من هذا ويعدك ولا يفي بهذا ده يتخاف منه ده يتخاف منه ازاي لانك خلي بالك انت لو رحت تزوجتي طالما بيعمل ده فترة الخطوبة حيعمل ده بعد الجواز بطريقة اطغى واشرص وامر فانت بتقولي اهلي لا انا بقولك تحملي تعب اهلك وما تتحمليش انك تعيشي حياة زوجية في نكد وفي تعب وفي عذاب لا يبقى انت تنجو ايه تنجو بنفسك الراجل لما يكذب مش حلو كذب الراجل مش حلو فيش راجل يكذب الكذب جائز من الرجل او من الزوج على زوجته في العلاقات علاقات الحب وهذا اباحه الاسلام لما يقول لها انت امر امر يا عم وفي امر في الارض ولا في امر على الارض الامر فوه وهذا كذب لكن كذب عاطفي جائز اباحه الاسلام واجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تستقيم الحياة لما هي مثلا هي كمان تقول له يا دا انت اجمل واحد في الدنيا هو مش اجمل واحد ولا حاجة ممكن يكون اصمراني ولا امحاوي ولا ابتاع بس هي شايفا كده وهو حتى لو جميل هو الجمال دا مقياس وامر نسبي اختلف من شخص الاخر تمام كده لكن هي ترى فهذه الكلمات هي في الاصل كذب لكنه كذب مباح به تستقيم الحياة لانه معبر عن مشاعر معبر عن عواطف معبر عن حاجات قلبية يحتاج الرجل ان يسمعها وتحتاج المرأة ان تسمعها هي تحب ان تسمع كلاما عاطفيا شاعريا من زوجها فالمرأة اسيرة الكلمة الحانية وهو الاخر كذلك يحب ان يستمع الى هذا تقول له يا دا انت وحشتيني مش عارف لسه خارج من البيت تبعت له طب مننا عليك عشان انت وحشتيني خدت بالك مش عارف يعني انا ما شفت ازايك انت فاهمين الكلام دا طبعا يعني هذا الكلام به تستقيم الحياة وهو مطلوب واحد يقول لك انا بعبر عن الحب بالفعل ايوا معاك بس برضو ما تحرمهاش من الكلام ما تحرمهاش من الكلام لان المرأة عاطفية عاطفية فبتحب تسمعها هي اقا بتتكلم كتير بس برضو بتحب تسمع كتير تحب تسمع منك كلام حلو وبعد اما انت كنت في فترة الخطوبة يعني بتسمعها وتبعت لها وتبعت لها واطس ايب وشوية تبعت لها انت عاطعت تزاولها كده ايه شوية بعد شوية تفتحت لها وتلاقيك بعدت لها على المسيجر بعد شوية تلاقيك بعدت لها على تليجرام بعد شوية تلاقيك بعدت لها على الواتس ايب بعد شوية مش عارف عملت لها حاجة على الانستجرام مش عارف بعد شوية عملتنا حاجة على الاسناب شا مش عارف وانت فاطره بعم قطع كل ساعة كل ساعتين عمال 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 تعمل وتفاجئها وتعمل لها واموشن وحاجات طيب فاطر بعد الجواز ايه اللي حصل بخي ولا ايه يعني اين ذهب هذا ممكن واحد الناس اللي بتسمعنا دلوقتي او بتشوفنا دلوقتي بقولك يا عم الشيخ بقى يعني اوه خلاص ما احنا اتجوزنا وانا خدتها والكلام الحلو بيتقالف فترة الخطوة بس ليه بالعكس يقولون الزواج اختبار حقيقي للحب تاني الزواج اختبار حقيقي للحب بمعنى لو انت فعلا بتحبها قبل الزواج اظهر حبك الحقيقي لها بعد الزواج تاني لو انت فعلا كنت بتحبها قبل الزواج اظهر هذا الحب الحقيقي لها بعد الزواج بالافعال تجبت لها تجيب لها اللي هي بتحبه تفاجهها بهدية تحق لها اللي هي عايزاه تساعدها في حاجة تخدمها في حاجة طلبت منك حاجة تحت أمرك ماشي حاضر تبسي بيها وانا اعملها لقيتها تعبانة فيها خلاص ما تعملش أكل النهاردة طب ممكن ان اريحك طب انت نجيب ايه طب نطلب ايه طب اعمل انا طب قولي افو ما بك اعمل ازاي كل الحاجات دي فيها معاني حلوة والمرأة تقدرها مهما كانت المرأة برضو جنب الفعال محتاج كلام محتاج انك تقول لها محتاج انها تقول لها صباح الخير يا حبيبتي محتاج تقول لها تصبح العالي خير يا حبيبتي محتاج قبل ما تنام تاخدها في حضنك اه ده فعل محتاج ان انت مثلا لو غيبت مص يوم او غيبت يوم او يعني ساعة ساعتين كده وهي مش من عادتها او مش من عدتك انك تغيب عليها مثلا فغيبت عليها تبعت لها على الواتساب وحشتيني ليه لأ لما لا هذه أمور بها نعرف طعم الحياة حبيبي كداب أسوأ حاجة يا جماعة أنك أو أنك تختاري شريك حياة مش مناسب أسوأ حاجة اللي كان بتقول من شوية وقت تشتكي أن أنا ما بين نارين أنا أهل تعبيني وهو بيكتب علي نقولها لا استحمل تعب أهلك ولا تروح تعيش مع واحد يغلب على ظنك أنه لن يسعدك كلام ده مهم جدا البنات اللي بيشوفونا دلوقتي خلي بالك أو خلي بالك وبرضو الشباب خلي بالك أيها خلي بالك ما هو أنت يعني أنك تلاقي بنت برضو بتكذب عليك ومش صريحة ومش وضحة وغمضة وبتلفوا والدور عليك خلي بالك منها برضو خلي بالك ما هو في حاجات يا جماعة لما نكتشفها في فترة الخطوبة سهل إن احنا يا إما نعالجها يا إما نتركها لو هتتعالج تقول لك خلاص والله حقك علي طب والله أنا أسوأ ما كنتش أصد ماشي ومش عيب إنك لما تغلط تعترف بغلطك أو تغلطي تعترف بغلطك وتعتذري عنه ده هيخلي اللي قدامك أو هيخلي اللي قدامك هيفهمك ويقدرك ويستوعب ده وإنك مش بتكبري ولا عندك غطرصة ولا عندك نرجسية لا مش مشكلة خالص